أن يحب لأخيه الخير و أن لا يتمنى له الشر في الواقع أن ما نشاهده الآن حتى ما حصل مع أول أخوين على البسيطة كلها اللي هو أبناء آدم عندما تمنى أحدهما الضرر أو قتل أخيه لأنه حسده لماذا تقبل منه و لم يتقبل منه انظروا كيف كان الشيطان حاضر حتى بين أول أخوين في البشرية و وصل الاعتداء للضرر ليس كلمة أو ضربة بل قتل فنعم قد يصل مستوى الإيذاء إلى إزهاق الأرواح ثم يأتي الندم بعدها مباشرة لما رأى الغراب يحفر و يدفن أخيه الغراب الغراب الثاني ندم على فعلته الشنيعة حينا نرى الآن وللأسف في وسائل التواصل الاجتماعي من يسحرون بعضهم البعض للإضرار بهم وهم أسرة واحدة تخيل أخت تسحر أخيها أو أخت معينة تسحر زوجة أبيها للإضرار بها و كذلك تسحر ضرتها و تريد لا تفكر ماذا سيحدث يعني من ضرر بعد هذا الإضرار الكبير بها و بأبناء هذه المسحورة و بيتها لا تفكر في الانتقام فقط كما فكر ابن آدم هابيل و قابيل عندما فكر فقط بالانتقام بدون أن يفكر أين سيصل به هذا الانتقام لذلك أي أسرة تبنى إذا لم يضع بانين هذه الأسرة له الأب و الأم في أولوياتهم كيف يحافظون على هذه الأسرة من المنقصات و من الأمراض و من الحقد فإن هذه الأسرة ستمر بأمواج و عواصف كبيرة جدا قد تنجو الأسرة منها و قد يسقط في هذه العاصفة من السفينة من يموت أو يضر أو يصل به أو ينتهي به المطاف في سجن أو في مستشفى لمعالجة الإدمان و غير ذلك بسبب أن بعض أفراد هذه الأسرة فكر في نفسه و الانتصار لها و الانتقام لها بدون أن يفكر في الأسرة و كيف يحتوي هذه الأسرة مسؤولية الأب أن لا يضع فجوات بين أبنائه و إن تزوج بزوجة ثانية لعذر معين أو لسبب معين فلا بد أن يعدل بين الزوجتين و أن يجعل أبناء الزوجتين الذين هم أبناءه لا بد أن يكونون في مستوى واحد من العدل و المحبة إن من أسباب تفكك الأسر هو الظلم هو الإجحاف في العطاء و في الحب و في المعاملة بين طرف و طرف بل قد يدخل في المعادلة من يتوقع أن تصرفات الأب أنه لا بد أن يتحمل تبعاتها الأبناء يعني مثلا أبناء الأولى الأب تغير عليهم فيريد أبناء الأولى أن ينتقموا من أبناء الثانية الذين ليس لهم ذنب في الموضوع بالإضرار بالحسد بالسحر بالكلام بالبغض بالتحزبات عنهم ثم ينسون رابطة الأخوة و ينشغلون بالانتقام لماذا يعطيهم هذا الأب أكثر ما يعطينا أو يهتم بهم أكثر ما يهتم ببنا ثم تقع هنا القطيعة و الضرر فلا بد لا دائما الأب مسؤول الأم الأولى و الثانية مسؤولين كذلك عقلاء الأبناء سواء الأخوة الكبار أو الأخوات الكبار إذا لم يقم الآباء و الأمهات بدورهم كامل فمطلوب من الكبار من الأبناء أن يقوموا بهذا الدور بالإصلاح و جمع الكلمة و الاهتمام بالأخوان و الأخوات ليكونوا صفا واحدا المشاهد متى يلتفتون لإخوانهم إذا كبروا و وقع الفاس في الرأس و سجلت تاريخ قصص من العنصرية و قصص من الإيذاء و قصص من التحزبات ثم يقول بعد مرور عشرات السنوات دعونا نعود إخوة بعد ماذا؟ بعدما حصلت كوارث من الإيذاء كوارث من السقطات كوارث من الفجوات قل أن تعود الأسرة إذا حصل فيها شروخ كبيرة قل أن تعود مثالية كما كانت خاصة إذا كانت الطعنات كبيرة و إذا كان الإيذاء أكبر فعلى الأقل سيكون المتأذين سينعزلون و إن لم يؤذوا أو ينتقموا ممن آذاهم سينعزلون في حياتهم بسلام بعيدا عن أولئك الذين تسببوا في الألم و الجرح الكبير لهم لذلك مسؤولية الآباء مسؤولية الأمهات مسؤولية الإخوان الكبار و الصغار ألا يتفرجوا إذا رأوا الفجوة ألا يتفرجوا إذا رأوا الأخ والأخت الفلانية التغيب عن الاجتماعات لماذا؟ لابد أن نبادر صحيح ليس عليك هداهم ولكن لنعلم سيذكر من يخشى و يتجنبها الأشقى أنت بادر مرة مرتين ثلاث فإن لم يحصل ما تريد فعلى الأقل ابدأ بنفسك و كن أنت صلة الخير أنت المبادر نعم سيصل بعض الناس إلى درجة من لا نقول اليأس لا قدر الله لكن سيقول لنا تعبت مع هذين الطرفين أو هذه العينة من الإخوان أو الأخوات التي دائما تريد أن تأخذ ما لها عرفا و شرعا من الحقوق ولا تريد أن تعطي بحجة أنا أفضل أنا مفروض أخذ أولا ثم أفكر أعطيكم حقوقكم ولا لا أو نعم نعم يعطيهم من اللسان حلاوة و إذا أتت المواقف فإذا بالمواقف شنيعة جدا أو سلبية أو سلبية لذلك مهم جدا يا من تريد أن تبني أسرة قوية لابد أن تتذكر أن استثمارك الأول و الأخير بعد الله جل وعلا في دخولك الجنة هو استثمارك في عائلتك عائلتك التي هي أول حاجة والدك و والدتك و إخوانك سواء الأشقاء أو من أبيك أو من أمك ثم في أسرتك الأولى زوجتك و أبنائك إذا نجحت في هذه الدائرة الصغيرة ثق ثقة تامة أنك ستكون أسعد الناس و أقواهم نفسيا و همة لأن ظهرك محمي و ستنطلق إلى العالم و إلى الإنجازات و الإبداعات بظهر محمي و صحة نفسية قوية أما أن نتفرج على المشكلات بين الإخوة و الأخوات أو أن يكون الأب متفرج بين أبنائه وهم يعني يتشاجرون و يتصادمون و كأن الأمر لا يعنيه ألا كلكم رائعين و ما سمع عن رائيت أستاذ منصور لو قاطعتك السلام سيسأل هذا الأب الساكت سيسأل هذا الأب الساكت سيسأل هذا الأب الساكت عن الجور أو عن المشكلة اللي هو سببها هو اللي صنعها في البداية فإذا سمحت لي و أشاركك في هذه بحديث و أرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أن أحد الصحابة رضي الله عنه و أرضاه القصة في الصحيح أراد أن يعطي أحد أبنائه و هو من إحدى زوجاته أراد أن يعطيه جزء من مزرعها أو أرض فقالت الأم و قد علق أهل شراه الحديث قالت كانت فيها نباهة و خشية من الله جل وعلا هذه من القيم العظيمة قضية الخشية من الله قالت أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام و يقول يا رسول الله قد منحت ابني هذه الأرض فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالقيمة العظيمة في المساواة ذكرناها و نذكرها و نكرر المساواة والعدل المسواة هذه قيمة عظيمة قال أكل أولادك نحلتهم أو أعطيتهم قال لا يا رسول الله قال لا أشهد على ذلك وجاءت ألفاظ تخوف قال لا أشهد على جور لا أشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيمة عظيمة جدا أعطانا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وجاءت بعض الروايات أتريدون أن يكون لك ذي البر سواء فالله الله بقضية العدل والمسواة بين الأولاد حتى لو كانوا من أم واحدة قد يكون أحسنهم خلقا وأطيبهم تعطيه عطية زيادة عن إخوانا لا يصح هذا إلا إذا أنت صنعت هذا أجازة أهل العلم لا أنت صنعت من يعمل للعمل الفلاني أعطيه من ينجز للأمر الفلاني أعطيه يمكن واحدة من البنات جيدة الآن في خدمة في الكمبيوتر وتأتي وتخدم والدها وتنهي له معاملة فيقول بدل ما أعطيها المكتبة الهلانية أعطيه بنتي هذا ما في شيء هذا خارج عن الجور الجور في العطية اللي ما لها الهدية العطية اللي ما لها سبب أنت أحببت أولادك أردت أن تهديهم تعطيهم مبلغ ما لي تعطيهم أي شيء أي عطية تكون فيها قضية المساواة هذه سبحان الله يعني سبب كبير قال حتى بعض أهل التفسير في سورة يوسف أن كلام إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخيه أحب إلى أبينا منا ظهر لهم شيء لا يقصد يعقوب عليه الصلاة والسلام بهذا شيء لأن الحب القلبي لا نملكه لأن أشرت في قضية الحب الحب لا نملكه قد أحب أحد أولادي أكثر ابن أو بنت قد أحبه لكن لا أظهر هذا عليهم في ألفاظ لو أظهرته حتى قالوا اعدلوا ولو في القبل في ضم الولد أو البنت يعني في المجلس الواحد يعني تعدل بينهم في الكلام في المحبة حتى لا تغير بينهم والله يحدث يعني في صدورهم ما الله به عليم حينما يؤذى أحدهم بدون ذنب اقترفه ولعل هذا من السلوكيات الخاطئة التي يعني يستخدمها بعض الناس في قضية أنه كما يقال باللفظة العامية يسخر يعني يهز وكما يقال اللفظة اللي يقال يمسح به في الأرض وفي البلاط يعني تسفيها ليه بأي حق أخطأ تعاقبه إذا كنت ستعاقبه وهذا مجال ثاني لكن نقول الله الله بالعدل الله الله بالعدل الله الله بالعدل في العطية أما العمل لا العمل هذا يعني كأنها أجير عندك الإبن أو البنت في عمل الشيء الفلاني تعطيهم بمقداره هذا ما يدخل في قضيته لو قال لك أخوك ولدك فلان أو أمهم قال أنا قلت لهم ولا قاموا لا فلان ولا زينا للشغلة لا فلانة ولا حط كذا لا فلان فأنا أعطيت جائزة من يعمل لي كذا تراه كذا بدل ما أسويها في المكتبة بدل ما أسويها في أحد ثاني فننتبه لهذه النقطة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا أشهد على جور قالها صلى الله عليه وسلم حينما أعطى أحد الصحابة ابنه عطية دون إخوانه الباقيين طيب الشيخ الآن سبحان الله البعض لا يستطيع